اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى لا تتكرر فاجعت لبنان في العراق ومن ريد نشوف هالمنظر بالعراق رغم العراقيين اتعلموا بتفجير بيروت وكأنما مدينتنا تم تفجيرها من ساحة الاعتصام في بغداد انطلقت وقفة تضامنية مع نكبة بيروت لتطالب في ذات الوقت بأن لا تعيش العاصمة وبعض المدن العراقية مأساة اخرى بعد كارثة تفجير كدس عتاد في مدينة الصدر خلف نحو عشرين قتيلا ودمارا هائلا في الممتلكات الخاصة والعامة المطالبات الشعبية قوبلت بالاستجابة السريعة من قبل الحكومة اذ قررت السلطات اجراء جرد عاجل لحاويات عالية الخطورة متكدسة وموجودة داخل المنافذ الحدودية من المواد الكيميائية مزدوجة الاستخدام مثل نترات الامونيا وفقا لما اعلنه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ويشكك العراقيون في قدرة السلطات على انهاء ظاهرة تخزين المواد الخطيرة في المناطق السكنية كون الامر مرتبطا بغبط فوضى السلاح ونزع سلاح الفصائل الذين كثيرا ما نادى بهما ساسة ومسؤولون عراقيون دون ان يتمكنوا من تنفيذهما نظرا لقوة تلك الفصائل وهيمنتها